والحقيقة برضو قبل ما سيب اخبار النادي الاهلي عايز اقول لحضراتكم سنة من السنين جالنا جال النادي الاهلي يعني مهاجم اسمه فلافيو واحنا في التمرين كنت انا ساعتها بتمرن يعني مع النادي الاهلي واحنا في التمرين فلافيو كان بتجي له الكرة بيجيب الجن من اي حت وفي اي حت يجي في المباراة ما بيجيبش جوان ولكن احنا كلعيبة احنا كلعيبة واحنا عاديين او احنا بنتمرن معاه كنا مقتنعين ان فلافيو ده من افضل المهاجمين اللي بتلعب معاه انا لعبت معاه حوالي ثلاث سنين او سنتين من افضل المهاجمين اللي بتلعب معاه انا الحقيقة اعملت سيرفيه على وليد ازارو ليه لان اكتر ناس تعرف وليد ازارو هي اللعيبة اكتر ناس تعرف وليد ازارو هي اللعيبة المدير الفني طبعا وكل حاجة ولكن انا بكلمكو حاجة بقى تانية ان اللعيبة دي هي اللي بتقيم اللعيب اللي قدامه الحقيقة كل الناس اللي انا سألتهم وتكلمت معاهم في موضوع وليد ازارو قالوا لي انه وليد ازارو ده لعيب جامد جدا ولعيب سريع جدا ولعيب قوي جدا وبيجيب جوان من كل حت بتقولوا بس احنا مش شايفين جمهور الاهلي مش شايف الكلام ده الحقيقة على في المباراة فانا الحقيقة اعدت تذكرت برضو اللي حصل مع فلافيو فلافيو بعد فترة طويلة قوي ما احرسش اهداف ولما احرز هدف فتحت معاه واصبح هدف النادي الاهلي 3 سنين متتالي او من هدفين النادي الاهلي 3 سنين متتالية وجابت دوري لو تفتكروا بدماغه لما كان جيلبرتو عمله الاوفر في مباراة الاسماعيلي واحرز هدف وكسب النادي الاهلي في ذلك الوقت 1 سفر انا متخيل ان ازارو لو احرز هدف يعني النهاردة حتى الكرة اللي جات له الهدف اللي احرزه ازارو احرزه ازاي صالح جمعة مش اللي احرزه ازارو اللي ادي الاجاي احرزه يعني صالح جمعة عمله ثرو باس فازارو خده الكرة ميشي بيها الجرم فتوق قدامه تخيلوا حضراتكم قلت ثقته في نفسه خليته يلعب الكرة الاجاي الجرم فاضي عملها له يعني الجرم طالع على وليد ازارو لو حطها على يمين او حطها على شماله كان احرز هدف ولكن عدم ثقته في نفسه خليته يعمل الباس لاجاي وبعد كده اجاي حط الجرم فاضي طبعا قدامه حط الهدف الثالث ازارو محتاج ثقة في النفس فقط محتاج ان هو يحرز هدف باي طريقة باي طريقة لو بيظهروا حتى زي فلافيو ما جات في ظهره ودخلت جرم لما في مباراة المحل عماد النحاس بيعمل له اوفر بيجري وبيبص على الكرة كده متخبطة في ظهره ودخل جرم فاللي عايز اقوله لحضراتكم اصبروا على ازارو شوية هي مدرستين المدرسة الاولى بتقولك ان ازارو يعني ده النادي الاهلي محتاج واحد يجي يجيب اجوان على طول والمدرسة التالية بتقولك لأ هو ماشي بشكل جيد وبيعمل تحركات وبيعمل ثرو بوسيز للقادمون من الخلف وبالتالي ماشي بشكل كويس كابتن حسين من المدرسة التالية اللي هو بيلعب وليد ازارو بيفتح له مساحات لعيب سريع لعيب قوي بيطلع بدماغه كويس فبيعمل له شغل بيخلي بقى وليد سليمان ومؤمن زكريا واحمد الشيخ والمجموعة اللي جاي من وراء وعبدالله السعيد وصلح جمعة المجموعة اللي جاي من وراء واجاي هي اللي تجيب الاهداف فانا متخير ان وليد ازارو ده بانا عكس يعني ناس كتيرة جدا وقفة ضده وتعليقات صعبة جدا عليه ولكن انا شايف ان وليد ازارو من افضل اللعيبة او مش من افضل الرؤوس الحربة يعني حتى الان ما بيينش حاجة ولكن لو سبرنا عليه شوية سبرنا عليه شوية لو جاب جم مسلا في مباراة النجم اعتقد الموضوع هيفرق معه كتير قوي قوي لو جاب جم في مباراة النجم نتمنى ان هو يعدي ويحرز هدف الفوز ان شاء الله في مباراة النجم اي حد طبعا يحرز هدف الفوز في مباراة النجم